اشتركوا في القناة والمسالك الفرعية لفك العزلة على بعض المتساكنين إصلاح المدارس وتوفير ما تستحقه من النقل والسيانة واللمجة وغير ذلك بعث مشاريع تنموية مثل شريك آلية لاستغلال منتجات الغبية بترخيص من الغبات كتقطير الكليل وجمع الزقوق والخشب وغير ذلك لتفادي ظهارة البطالة وخاصة أصحاب الشهادة العليا وغيرهم من الشباب بعث مجمع للحليب وترويز زيتون الطاولة تصليح عيول ماء الصالح للشراب يعانت المتساكنين على بناء مواجن لجمع ماء الأمطار تدعيم الفلاحة ومدهم بقلوذ موسمية لمساعدتهم على المرور من هذه المرحلة الصعبة يعانت ضعفاء الحال وخاصة أصحاب بطاقات العليا السنف الثنين ولو بملح شيخوخة وكذلك برنامج السكن وتوفير الشغل العاطلين عن العمل بناء مسكن للممرض الذي يباشر عمله بمنطقة الحزيم في المستوصف حتى يصبح قارن بعث مجامع لتكوين المرء الريفية في الحزيم مجراده والقوارش لمساعدتها على بعث موطن رزق وكذلك بناء نوادي للشباب في المراكز المذكورة أعطاء عمال الحزير الغابات حقهم لأنهم يشتغلون 12 يوم عمل في الشهر فقط كذلك ندعو الشباب لأن الشباب هو العمود الفقري للدولة والشباب هو المشعل الوحيد غدا ندعوهم للإقبال على التسويت بكثافة لأن نحن كمترشحين سنبلغ صوتهم لمن يهمه الأمر لأن الشباب في الريف مهمش ولم يجد شغل وهو عاطل عن العمل فلذا على الدولة وعلينا نحن أن نبلغ وعلى كذلك مستخده القرار أن ينفذوا ما نطلب به كمترشحين بالنسبة للشيء اللي ما عطل كذلك الشباب ندعو لو كان السكمو هذا في السياجة كان يشغل في 480 عامل لو قاعد اليوم مغلق لماذا ما يكونش معمل للسيارات معمل للحليب أو كذلك يكون حتى مدرسة لتكوين الشباب مثلا المستوصف الموجود بالسياجة مذبين يتم تجهيزه وطلب طب العيون والحنجرة وكذلك سكانير باعث سوق حرة في السياجة بين تونس والجزائر ترجمة نانسي قنقر